ان الفنان احمد راتب الله يرحمه فنان ممدوح وافي الله يرحمه اخده سنة مع الاقاف عشان شهاده زور وقف برنامج رهام سعيد للمرة التانية ورهام سعيد انا اسفه مليون مرة انا غلطت ان قلت احمد راتب وممدوح وافي شهاده زور ولكن في تشابه اسماء واللي مقصود بي احمد بدير يا ترى ايه القصة خلونا نعرفها بعد تهددها لرهام سعيد وانها تاخد اجراء قانوني في خلال 48 ساعة رهام سعيد انا اسفه بعتذر لأسرة الراحل احمد راتب وغلطة من الاعداد المقصود بيها فنان اخر يبدو كده ان برنامج صبايا الشمس تم وقفه بسبب الاهانة اللي توجهت لأسرة الفانانين الراحلين احمد راتب وممدوح وافي وده بسبب الزج باسمهم تحت مسمى الشهادة الزور وساعتها لما قالت رهام سعيد احمد راتب وممدوح وافي اخدوا سنة مع اقاف التنفيذ للشهادة الزور في قضية وفاء ميكي لكن بعد تهديد رهام سعيد بالحبس والابلاغ عنها بالتشهير كتبت على صفحتها لأول مرة انا اسفه بعتذر لأسرة الراحل احمد راتب ولكن لم تذكر اسم الفنان ممدوح وافي والاعتذار ده بالنسبة لبنت احمد راتب ما كانش كافي وكتبت لم يقراتب ووضحت بالمسندات والاوراق ان والدها ملوش اي دخل بالموضوع وكتبت مع نشرة ارشيف من القضية وقالت نصا اذا بحثتي عن مستند يا اسازة رهام لن تجدي اي شيء لان ما تم افتراؤه لم يحدث باي شكل من الاشكال واضح ان في تشابه اسماء والخبره عموما انا بالنسبة لي الموضوع خلص ويكفي ان الناس بتدعي لابوي الطيب وانا هحزف البوست حالا من على صفحتي وكملت كلامها وقالت انا تلقيت اتصالا من طاقم عمل برنامج صبايا الشمس وتم التوضيح ان الخطأ كان فيه تشابه اسماء بين اسم والدي واسم فنان اخر احمد به وهنا الجمهور ربط حرف الباق بالفنان احمد بدير لكون اسمه اتذكر في القضية لكن اختفاء رهام سعيد عن الشاشة زود شكوك المتابعين وده لانها اختفت لمدة اسبوع كامل وان خطأها ده سبب في وقف البرنامج ولكن رهام سعيد وضحت من خلال منشور بصفحتها بالفيسبوك وقالت انا بعتذر عن الظهور في حلقاتي الاسبوع ده لدواعي صحية وطبيعي ان الفنانين بيقفوا جمع بعض في الازمات لكن اذا الخبر غير صحيح فانا بعتذر مليون مرة والاهم من اي حاجة ان محدش محترم يكون زعلان مني ابدا وهيتم الاعتذار على الهواء لان ده اصول المهنة مش علشان اي سبب تاني لو ربنا اراد وشفاني حاجة تانية ملهاش علاقة بالمرض اقسم بالله انا عمري ما اصدت ابدا ان حد يتدايق مني ودايما بتكلم من قلبي انا بعتذر لأسرة الفنان الراحل ممدوح وافي والفنان احمد راتب انا عمري ما قلت خبر من غير مستند لكن العثور على مستند من 23 سنة كان شبه مستحيل انا اسفة انا اكن كل الاحترام لكل فنان زميل ولم اقصد الاساء ابدا لأي بشر وكملت كلامه وقالت انا بشكر دكتور اشرف زكي مليون مرة على المسندة المستمرة ليه والكل الفنانين الاحياء منهم والاموات جدير بالذكر ان المشدات حصلت بسبب ظهور اسبات جديد بعد 23 سنة في قضية وفاق ميكي والاسبات بيقول ان وفاق ميكي بريئة من تهم التعذيب الخادمتين وده بسبب تصريحات ميار البيبلاوي المثيرة للجدل واللي قالت ان البنات كانوا زي الارود ما فهمش حاجة وبعدها ترجعت ميار البيبلاوي وقالت ان البنات رجعوا تاني الوفاء واكيد عملت فيهم كده وده بناء على كلام الشاهد اللي ظهر بالصوت مع ريهام سعيد في برنامجها صبايا الشمس وبعدها حصلت مشدات كبيرة جدا بين وفاق ميكي وميار البيبلاوي وكل منهم بيلوم التاني قلوا ان رأيكم في غلطة ريهام سعيد ضد احمد راتب وممضوح وافي بالشهادة الزور ترجمة نانسي قنقر